مبشر انسيادتكم بأننا بصدد افتتاح أكبر أكاديمية لتدريب الأئمة والوعزات وإعداد المدربين بمدينة السادس من أكتوبر مجهزة بأحدث التجهيزات العصرية معمل لغات ومعمل حاسبات وقاعة ترجمة كبيرة وقاعات تدريبية وغواف فندقية لإقامة المتدربين على إجمال مساحات تتجاوز بأدوارها المتكررة أحد عشر ألف متر مربع بتكلفة إجمالية تزيد على مئة مليون جنيه من الموارد الزاتية للوزارة وذلك لتأهيل وتدريب الأئمة وإعداد المدربين من داخل مصر وخارجها حيث تفتح أبوابها لتدريب الأئمة من مختلف دول العالم وفقاً لأحدث البرامج التدريبية وفي هذا الصدد يأتي مناط الشكر الآخر لعنايتكم البالغة بشؤون الأوقاف وحرسكم الكبير على الحفاظ على مال الوقف وحمايته وصرفه في مصاريفه الشرعية مما أحدث نقلة نوعية في تعظيم عائدات الأوقاف وعظم من إنفاق الوزارة في مجال البر وفق شعوط الواقفين وقد بلغ إجمال ما تم إنفاقه أو تخصيصه في مجال البر لعام 2018 ما يزيد على 350 مليون جنيه بزيادة تقدر بنحو 100% عن العام الذي سبقه وألف في المئة عن الأعوام التي سبقتهما خصصنا 100 مليون جنيه منها لدعم مشروع سكن كريم بالتعاون مع وزارتين الإسكان والتضامن الاجتماعي و100 مليون أخر للصندوق الوقفي لدعم التعليم و25 مليون لتوفير 50 ألف شهادة أمان للمرأة المعيلة والفقية بالتنسيق مع هيئة الرقابة الإدارية والمجلس القومي للمرأة و16 مليون و300 ألف جنيه لأعادة تأهيل 270 منزلاً بقرية الرودة بمدينة بئر العبد بالتعاون مع وزارة الإسكان وسيتم تسليما 135 منزلاً منها خلال أيام بإذن الله تعالى وفي إطار الضور المجتمعي لهيئة الأوقاف المصدرية